موسيقى إنها الخامسة عصر في الرياض أنا صاحب شراير وهذه أهم عنوين خامسة اليوم نيتنياهو يتوعد حزب الله بالمزيد تحذير أممي من كارثة في المنطقة برماتها وفي فرنسا حكومة لا ترضي سوى الرئيس إمانويل ماكرو موسيقى نستهل خامسة اليوم من آخر وأبرز التطورات نيتنياهو يقول إن إسرائيل وجهت ضربات لحزب الله لم يكن يتخيلها ويعيد سكان الشمال بإعادتهم الرد الأولي لحزب الله خلف دمارا في حيفا صباح اليوم ونظر الحرب الواسعة تتزايد وقائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل برد يتجاوز التوقعات ويشدد على إنهاء وجود إسرائيل كما يقول في التفاصيل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجه خلال الأيام الماضية لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها على حد تعبيره نتنياهو أضاف قائلا إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعيدكم أنه سيفهمها وأكد أن حكومته عازمة على إعادة سكان الشمال إلى منازله هذا ووصف نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني وصف إبراهيم عقيل قائد عمليات حزب الله بشهيد القدس وخلال مراسم تشيع إبراهيم عقيل الذي قتل في الغارة الإسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت أكد قاسم أن عقيل كان قائدا للعمليات وأسس قوة الرضوان كما كان المعاون لحسن نصر الله في العمليات العسكرية وأضاف القيادي بحزب الله نعيم قاسم أنهم لن يحددوا زمانا أو مكانا للرد على إسرائيل وفي مستجدات ضربة الضاحية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد قتل القف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ارتفع إلى 45 شخصا وفق حصيلة جديدة أوردتها الوزارة مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع ما يجري في الجبهة الشمالية قالت فصائل عراقية المسلحة أنها استهدفت بالمسيرات موقعا عسكريا في شمال إسرائيل وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن إطلاق صافرات الإنذار في جنوب الجولان المحتل خشية اختراق مسيرات للأجواء ووقع الاستهداف في ساعات الفجر الأولى من صباح هذا اليوم بحسب إعلان الفصائل ووسط هذا التصعيد توعد مساعد قائد الحرس التوري الإيراني محمد رضا نقدي أن بلاده سترد على إسرائيل بما يتجاوز التوقعات كما أضف أنه يجب إنهاء وجود إسرائيل واصفا إياها بالنظام المشؤوم في المنطقة الملف الأبرز في خامسة اليوم هو المواجهة بين إسرائيل وحزب الله التي تشتعل أكثر فأكثر فما الذي حصل بين مساء السبت وصباح اليوم ساعات من التصعيد شهدتها الحدود الإسرائيلية اللبنانية أطلق خلالها حزب الله خمسة رشقات صاروخية طالت عدة مناطق في الجليل الأعلى والأسفل وجنوب شرق حيفا وعكة لكن قبل ذلك كانت إسرائيل قد شنت هجمات استباقية واسعة ضد مواقع الحزب وقاذفات صواريخه مؤكدة تم دي تدمير أكثر من 400 منصة إطلاق تابعة للحزب فجر الأحد أعلن حزب الله تنفيذه أول رد على عملية البيجر بقصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين والكاتيوشا صواريخ حزب الله أيضا طالت طال أحدها قاعدة رمات ديفيد الجوية الإسرائيلية بحسب ما أعلن الحزب من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان تسببت في اندلاع عدد من الحرائق متابعة للوضع مباشرة من القدس مع مراسلتنا لانا كلغاصي لانا أهلا بك معنا أسألك بداية عن جديد المواقف والتصريحات الإسرائيلية والاستعدادات كذلك والاستنفار في الشمال جميع التصريحات في إسرائيل تهدد مجددا حزب الله وتقول بأنها مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة إذا استمر حزب الله بإطلاق مثل هذه الرشقات الصاروخية التي تطال ربما لتصل إلى الشمال حيفا والجليل الأسفل بطبيعة الحال كنا نعتاد المشهد أن يكون هناك رشقات صاروخية في الجليل الأعلى ولكن اليوم تحديدا صباحا كان هناك رشقات صاروخية في الجليل الأسفل استمرت على ثلاثة دفعات أكثر من مئة قضيفة صاروخية أطلقت من الجنوب اللبناني أسفرت بنهاية المطاف على إصابة خمسة من الإسرائيليين بين إصابات طفيفة ومتوسطة تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة وبالتالي حالة من التأهب وترقب حقيقة على الجبهة الشمالية هناك بعض الصحف الإسرائيلية تتخوف بأن تستمر هذه الحرب ربما تتحول إلى حرب إقليمية نعم لانا الصواريخ التي أطلقها حزب الله ردا بشكل أولي على عملية البيجر يعني عدت بأنها الأقوى والأعمق حتى الآن الإسرائيليون خاصة الذين يسكنون في كيبوتسات الشمال حوالي 120 ألف إسرائيلي هجروا تلك المناطق كيف ينظرون إلى وعود نتنياهو بأنهم سيعودون إلى منازلهم قريبا؟ هم مدركون حقيقة بأن الموضوع يأخذ وقت طويل وربما أشهر طويلة من ناحيةهم أرادوا أعداد كبيرة منهم أن يكون هناك حرب واسعة وشاملة ضد حزب الله حتى يتمكنوا حتى ولو بعد أشهر بالعودة إلى الجبهة الشمالية ولكن ليعودوا مع ربما قدرات أقل لحزب الله أو حتى ربما لتراجح حزب الله لبعض الأمتار عن الحدود أو ما إلى ذلك لذلك جزء منهم هم بالأساس لا يريدون العودة إلى الجبهة الشمالية دون أن يكون هناك حلا جدريا لحزب الله على الجبهة الشمالية حسب ادعاءهم طبعا لذلك جزء منهم أصلا طالب الحكومة الإسرائيلية بالتوجه وتوجيه ضربات قاسية لحزب الله ولكن بطبيعة الحال هناك أيضا جزء من الشارع الإسرائيلي لا يريد هذه الحرب ولا يريد توسيعها لأنه يريد إنهاء حتى الحرب على قطاع غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين يريدون بالأساس صفقة لتبادل الأسرى ولا يكترثون كثيرا على موضوع الجبهة الشمالية لأنهم لا يريدون حرب في هذا التوقيت نعم شكرا جزيلا لك لنا كلغاصي مراسلة العربية مباشرة من القدس ووسط تبادل القصف الجوي والصاروخي العنيف تواصل إسرائيل حشد قواتها العسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان بعد إعلانها عن مرحلة جديدة من المواجهة قد تتضمن تواغلا بريا كان قد توعد الأمين العام لحزب الله بصده فهل سيناريو التواغل البري الذي قامت به القوات الإسرائيلية في غزة قد يعاد تنفيذه في جنوب لبنان؟ امتد لهيب المواجهة الجوية من سماء غزة إلى لبنان وإسرائيل رشقات صاروخية وقصف متبادل خلف هذه المشاهد لكن ماذا عن المواجهة البرية؟ مع إعلان إسرائيل عن مرحلة جديدة في الحرب حشدت قواتها ودفعت بتعزيزات عسكرية على الحدود مع لبنان الهدف المعلن إعادة عشرات ألاف الإسرائيليين إلى تجمعاتهم السكنية التي نزحوا منها على الحدود الشمالية أما الهدف غير المعلن بحسب محللين فهو إعادة إنشاء حزام أمني يمتد على عمق أميال داخل الأراضي اللبنانية على غرار عملية الليطان عام 1978 واجدياح لبنان عام 1982 في الأيام القليلة الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعدكم أنه سيفهمها ونحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها أو إطلاق النار على مدنها ونحن لن نتسامح مع ذلك أيضا سنفعل كل ما هو ضروري لاستعادة الأمن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله توعد إسرائيل بحزام أمني من جهنم كما وصف وسيناريو مشابه لما حدث عام 2006 عندما واجه مقاتلو الحزب دبابات الميركافا بصواريخ مضادة للدروع إسرائيل تضع في الحسبان أن أي تواغل بري سيكلفها الكثير فعلى مدار أشهر أعد حزب الله تضاريس جنوب لبنان الجبلية والساحلية للتصدي لأي تواغل بري وهو ما قد تواجهه إسرائيل بسياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها في غزة نتابع مباشرة من واشنطن مع المسؤول السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول سيد نورمان أهلا بك معنا في الخامسة شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا في العربية طوال الأشهر الماضية منذ الثامن من أكتوبر عندما أعلن حزب الله ما أسماها بحرب الإسناد لغزة ترسخت قناعة عند اللبنانيين أنه ليس هناك حرب كبيرة بين الحزب وإسرائيل ما تقديرك للموقف؟ هل تغيرت هذه القناعة؟ هل نحن مقبلون على حرب قادمة في لبنان؟ أسألت مساء الحرب جارية أصلا ولكن المسألة هي أي نوع من هذه الحرب وكيف ستتطور الإسرائيليون ليس لديهم الحافظ لشن عملية برية ستغرق المنطقة في نزاع طويل الأمد في لبنان ولكن إسرائيل أيضاً انتظرت أحد عشر شهراً لإعطاء المجال للدبلوماسية لإنهاء هجمات حزب الله ولم يتحقق ذلك وعليها فعل شيء لإنهاء الهجمات الصاروخية من حزب الله ويعادت الستين ألف من سكانها إلى ديارهم الهجمات الإسرائيلية إلى الآن في الأسابيع القيل الماضية بعثت رسائل قوية لحزب الله مفادها أنه لا توجد أي أدلة على أنها ستسمح لحزب الله بتحقيق هدفه نعم لكن سيد نورمان حزب الله رد على هذه العمليات النوعية هذا المستوى الجديد من العمليات الإسرائيلية بقصف أعمق لإسرائيل نتنياهو يعد سكان الكبوتسات الشمالية بالعودة إلى منازلهم قريباً هل تعتقد أن زيادة المستوى العسكري المواجهة مع الحزب سيعيد سكان الشمال إلى منازلهم؟ لا يزال الوقت مبكراً لألقوا الأمر يعتمد بالكامل على إرادة حزب الله اللبناني لوقف أطلاق النار على إسرائيل هذا الشيء الذي قالت مراراً أنها لن تفعله إلى أن يكون هناك وقف أطلاق النار في غزة وقف أطلاق النار في غزة على الأرجح لن يتحقق نعم ولكن هل بدنا نتحدث كما يسميها حزب الله بحرب إسناد؟ أم الآن ندخل في حرب منفصلة؟ حرب لبنان ستكون ساحة منفصلة بالنسبة لإسرائيل؟ منذ بداية نزاعي في غزة إيران ووكلاءها لديهم هدف رئيسي وهو إبقاء إسرائيل في مستنقع من العنف للطرابات الدول الماسية وإبقاء أمريكا في موقف مشابه فبلا شك أن حزب الله تدعم الفلسطيني في غزة ولكن المسألة الأوسع هي حملة إيران ووكلاءها ضد إسرائيل على الأرجح هذه الحملة لن تتوقف حتى وأن حصلت وقف إطلاق النار في غزة ومرة أخرى وقف إطلاق النار غير مرجحة للإطلاق نعم ولكن ما شكل العمل العسكري لأنه جرى الحديث عن الكثير من السيناريوهات يعني عن توغل إسرائيلي بري بهدف إبعاد عناصر حزب الله إلى موراء نهر الليطاني هل تعتقد أنه لو حصل هذا السيناريو فإن مسعى إبعاد الحزب إلى موراء النهر سيتحقق؟ فيما يخص أنواع العمليات التي ستشنها إسرائيل شاهدنا هذه العمليات مؤخرا عملياتهم خاصة يقوم بها قوات الكماندوز والقوات الخاصة والعمليات المدعومة بالمعلومات الاستخباراتية والتي تشمل التكنولوجيا وإسرائيل لديها الأفضلية القصوى في ذلك أما الحرب البرية وصولا إلى نهر الليطاني بلا شك ستوفر إسرائيل رادع حماية ولكنها في نفس الوقت لن توقف حزب الله من إطلاق الصاريخ بعيدة المدى ضد شمال إسرائيل إذن الحرب البرية ليست بالضرورة هي الحل لتحدي إسرائيل التحدي يبقى في إقناع حسن نصر الله بوقف الهجمات ضد شمال إسرائيل نعم، هل تعتقد أن هذا الحل ممكن؟ يمكن إقناع حسن نصر الله بوقف إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل؟ ليس بالمستقبل القريب حسن نصر الله عليه أن يظهر أوسط سيحر يظهر إلى التحدي وأن حزب الله لم يفقد قدرته اللجومية وبالتالي فأن المزيد من الهجمات الإسرائيلية مرجحة تماما وإسرائيل ستسعى لتدمير منصات إطلاق الصواريخ إسرائيلية وقيادات حزب الله من أجل خفض فعالية قوات حزب الله تدريجيا على أمل أن هذا سيقنع حسن نصر الله بإيقاف عملياته ومن أجل السماح لهم بالبقاء نعم سيد نورمان الجيش الإسرائيلي نشر صورا للترتيب الهرمي لحزب الله والعناصر الذين قامت إسرائيل بتصفيتهم حتى الآن باقي ثلاث قيادات على رأسهم حسن نصر الله هل تعتقد أن إسرائيل يمكن أن تذهب إلى تصفية رأس الهرم بمعنى الأمين العام لحزب الله وفي حال حصل ذلك ما هي التبعات؟ قتل إسرائيل لقادة حزب الله نجمت عن تغرى لا يمكن ملعها في حزب الله هؤلاء الأفراد متمرسون ولدهم خبرات واسعة وتاريخ وعلاقات شخصية تطلب الأمر سنوات لترتيبها بلا شك بإمكان الحزب الله وضع أي أشخاص آخرين في أماكنهم ولكن هؤلاء الأطراف سيفتقدون إلى الخبرة وتفاعل مع إيران والجماعات الأخرى وهذا سيجعل حزب الله المنظمة أقل فاعلية وحتى أضعف وقل كفاءة على المستقبل القريب ولكن إسرائيل أظهرت مرارا ومنذ شهر أبريل عندما هاجمت مبنى قرب السفارة الإيرانية في دمشق أظهرت أنها قادرة على متابعة والتعرف والتخلص من مسؤولي حزب الله الكبار يبدو أنه لا حد لهذه القدرات الإسرائيلية ولا بد أن هذه مسألة مقلئة لحسن نصر الله وأتباعه نورمان رول أشكرك شكرا جزيلا أنتم المسؤول السابق في استخبارات المركزية الأمريكية كنتم معنا من واشنطن العاصمة شكرا جزيلا على انضمامكم إلينا وملامح الحرب الواسعة تتضح يوما بعد آخر ماذا إن وقعت لمن ستميل الكفة لحزب الله أم لإسرائيل لمعرفة إجابة هذا التساؤل تحليلا ومعطيات أيضا نتحول إلى مستشار العربية لأشؤون العسكرية والتسليح دكتور ريالد قهوجي تفضل دكتور ريالد أهلا بك صحيحة والمشاهدين يعني طبعا منزان القوة هو لصالح إسرائيل بشكل كبير إنما سنعطي نبذة لنعطي فكرة للمشاهدين عن قدرات الطرفين ليصلوا باستنتاجاتهم كما يرونها نبدأ بمقرأة القدرات البشرية بين حزب الله وإسرائيل وفي تغديرات العسكرية فلدى الحزب ما لا يقل عن 50 ألف مقاتل حوالي 20 ألف منهم هم الإحتياط فيما بقية هم جنود نشطون أما إسرائيل فتعداد جيشها حوالي 126 ألف جندي فضلا وهي 126 ألف من القوات البرية بالإضافة إلى 34 ألف جندي من القوات الجوية و10 ألاف ضمن القوات البحرية فيما يبلغ عدد الجنود في الإحتياط وهي القوة الأساسية 465 ألف جندي وذلك وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية نذهب بما يخص العتاد العتاد العسكري للطرفين حزب الله يعتمد بشكل أساسي على منظومة صواريخ كبيرة وهي تضم صواريخ معظمها إيرانية الصنع من كاتيوشا وقراد وغيرها وصواريخ باليستية وصواريخ جوالة هذه الترسانة يقدر عددها بحوالي 200 ألف صاروخ وبالإضافة إلى المسيرات وهذلك حسب مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الأمريكي وفق ما نقلته الـ CNN عن هذه المصادر في المقابل الترسانة الإسرائيلية نركز على قواتها الجوية وهي الأكثر تقدما في المنطقة والوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك طائرات الـ F-35 وهي مقاتلات الجيل الخامس وهذه المقاتلات هي التي نفتت الضربات في الضاحية الجنوبية قبل يومين بالإضافة عن الضربات التي شملت وسط سوريا الكنسلية الإيرانية وغيرها وطبعا إسرائيل تملك ترسانة كبيرة من الأسلحة برية وبحرية أما عن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية إسرائيل تملك منظومة مقونة من ثلاث طبقات نبدأ بالطبقة الدنيا وهي للاعتراضات من المسافات القريبة وهي تتولاها بشكل أساس اليوم القبة الحديدية التي يصل مدها إلى سبعين كيلومتر مع الارتفاع لا يتجاوز عشر كيلومترات وهي كما عشرنا مخصصا لاعتراض الأهداف قصيرة المدى الطبقة الثانية وهي تتولاها بشكل أساسي منظومة مقلع داود وهي إسرائيلية الصنع يصل مدها إلى 300 كيلومتر ارتفاع يبلغ إغساق 15 كيلومتر ويستهدف الصواريخ الباليستية والصواريخ الجوالة أو الكروز وذلك كما تقول إسرائيل وهذه المنظومة مضعومة مع الباتريوت أما الطبقة الثالثة وهي الطبقة العليا وتتولاها بشكل أساسي منظومة نظام السهم أو حتس حسب اللغة العبرية وهو يصل المدى إلى 2400 كيلومتر ويستطيع اعتراض أهداف على ارتفاع 100 كيلومتر أي تستطيع أن تخترق الغلاف الجوي للأرض شكراً والعودة لك للصحيب نعم شكراً جزيلاً لك دكتور ولكن لو سمحت لي في عجالة قبل أن أختم معك لفتني في معرض حديثك عن مراهنة إسرائيل على طائرات الـ F-35 والتي نفذت بها الاستهدافات الأخيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت لماذا المراهنة على الـ F-35 لأن حسب الله إيران قاموا خلال السنوات الماضية بإنشاء منظومة دفاع جوي من سوريا ونقل بعضها إلى لبنان الـ F-35 صعب أن ترصد عبد الطائرات فالأمس F-35 اليوم تشارك بالجزء الأكبر من العمليات وهي ما تتولى اليوم عملية مطاردة واصطياد منصات الدفاع الجوي ومنصات الدفاع الجوي لتسحل عمل الطائرات F-15 و F-16 وهي من طائرات الجيل الرابع نعم ممتاز طيب دكتور رياض نقطة أخرى لافتة تحدثت عن منظومة القبة الحديدية ومقلع داود الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية منظومات الاعتراض إلى أي حد يمكن الركون إلى فاعليتها خاصة أنه كان هناك العديد من الحالات التي عاجزت فيها هذه المنظومات عن التصدي لصواريخ وصلت إلى إسرائيل هناك شيئا علينا الإقرار بهم أولا لا يوجد منظومة في العالم فعاليتها 100% دائما هناك نسبة تصل 70% كل شيء يتجاوز 50% يعتبر جيد المقلع داود القبة الحديدية هذه من المنظومات التي تتجاوز فعاليتها 50% أيضا هناك ألية عمل الدفاع الجوي الإسرائيلي لأنه يركز على اعتراض الصواريخ التي أظهر الكمبيوتر الخاص بالمنظومة أنها تتجه لمناطق استراتيجية أو مدنية وغيرها ويتجاهل الصواريخ التي تذهب إلى مناطق مفتوحة والتي لا تملك لا يوجد فيها أي أهداف حيوية وستراتيجية أو مدنية ومن هنا نشاهد دائما الصواريخ التي يطلقها حزب الله جزء منها هناك حرائق هناك إصابة بعض الأهداف العديد من الصواريخ التي تشعل حرائق في مناطق مكشوفة هي تم تحييدها بشكل عمد يعني المنظومة الدفاع لم تكن بمحاولة اعتراضها وأيضا هناك صواريخ تخترق المنظومة من حين إلى آخر حسب النسبة المتعرف عليها شكرا جزيلا لك على كل هذه الشروحات والتحليلات الوافية دكتور رياض قهوجي مستشار العربية لأشؤون العسكرية مستمرون في الخامسة قبل الفاصل هناك عاجل استطلاع رأي جديد لسي بي أس الأمريكية كامالة هاريس تتقدم في استطلاعات الرأي على ترامب بـ 52% مقابل 48% لترامب على المستوى الوطني الخامسة مستمرة فيها بعد فاصل حكومة فرنسا ترى النور لا ترضي سوى ماكرون وأقصى اليسار يصفها بالرجعية أهلا بكم من جديد إلى الخامسة نواصل من الضفة الغربية حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات في صفوف المدنيين خلال اقتحام نفذت القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة بمدينة نابلس اليوم وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية دفعت بالمزيد من التعزيزات العسكرية في المدينة وأطلقت القنابلة الدخانية بالتجاه للمواطنين وفي سياق المتصل نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا في حي المصرارة بالقدس وأغلقت حاجز مخيم شعفاط شرقي القدس أيضا نتوقف مع هذا الخبر العاجل هناك محاولة اغتيال للسفير الروسي في باكستان إذن البعثة الدبلوماسية الروسية لدى إسلامابا تنقل انفجار لغم بسيارة مرافقة للسفير الروسي من دون إصابات نتحدث إذن عن هذا الخبر العاجل محاولة اغتيال للسفير الروسي في باكستان عن طريق لغم أرضي تقول البعثة الدبلوماسية الروسية لدى باكستان نتابع المزيد حالى وروده حول تفاصيل هذه المحاولة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال إن بريطانيا ستبقي قيد المراجعة فرض عقوبة جديدة محتملة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية وستتخذ إجراءات إذا لازم الأمر مضيفا أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي إلى تأجيج التوتر لامي أشار إلى أن الحكومة البريطانية تجري مناقشات مع شركائها في دول مجموعة السبعة بشكل خاص وشركاء الأوروبيين بشأن هذا الأمر إلى إيران حيث أفدت وسائل إعلام إيرانية بأن 51 شخصا قتلوا وأصيب آخرون في انفجار منجم فحم في محافظة خرسان الجنوبية نتيجة انفجار غاز ولا يزال العشرات عالقين داخل المنجم نتيجة انفجار غاز بعد 15 يوما من الترقب تمخضت إذن عن ولادة حكومة جديدة في فرنسا حكومة يقودها ميشيل بارنيي وضمت تشكيلاتها 39 وزيرا معظمهم من التحالف الرئاسي وأحزاب اليمين ووزير واحد فقط يمثل اليسار تولى حقيبة وزارة العدل تشكيلة يبدو أنها لم ترضي جميع الأطراف في باريس حيث دعوا إلى الإطاحة بها قبل أن تتمكن من تثبيت أقدامها مع ذلك يتعين على حكومة ميشيل بارنيي التي جاءت بعاصفة من الانتقادات أن تنال الثقة في الجمعية الوطنية أي البرلمان ولا يبدو أن أقصى اليمين من سيمنحها تلك الثقة حيث وصف زعيم أقصى اليمين للحكومة الجديدة ووصفها بأنها تمثل عودة للماكرونية بثوب اليمين ولا مستقبل لها على حد وصفه من جانب آخر موقف أقصى اليسار ليس بعيد عن موقف أقصى اليمين نتحدث عن جون لوك ميلونشون الذي وصف الحكومة بأنها رجعية ومعادية للديمقراطية جون لوك ميلونشون زعيم أقصى اليسار دعا إلى التخلص من الحكومة بأسرع وقت ممكن اليسار يرى أن الحكومة الجديدة لا تمثل رغبات الشعب الفرنسي ويؤكد أن سعيه لإسقاطها في الجمعية الوطنية علما بأن هذا الأمر يتطلب أصوات أقصى اليمين أيضا على العموم نتابع المزيد مع مراسلنا ومدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر حسين أهلا بك معنا لماذا هذا السيل من الانتقادات لحكومة بارنيي الوليدة من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار أيضا أهلا بك صهيب هذا السيل من الانتقادات لأن هذه الحكومة تجمع التيارين الذين خسروا في الانتخابات التشريعية بينما التيار الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية وهو تحالف أحزاب اليسار جرى إقصاؤه عن هذه الحكومة هذا يفسر جزئيا الانتقادات الكثيرة لها ولدت هذه الحكومة كانت الولادة صعبة جدا والأصعب منها سيكون استمرار هذه الحكومة على قيد الحياة السياسية إذا جازت تعبير صهيب ولدت بعد ثلاثة أشهر من عدم الاستقرار السياسي ثلاثة أشهر ونصف منذ الانتخابات الأوروبية ودعوة ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة ولدت بعد أكثر من شهرين من الفراغ الحكومي وولدت بعد أكثر من أسبوعين على تكليف اليميني ميشيل برنيه بتشكيل حكومة بعد انتخابات تشريعية تصدر فيها اليسار النتائج نعم الخطوة المقبلة يجب أن تحظى إذن هذه الحكومة هذه التشكيلة بثقة الجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي وكما ذكرت أنه مدام أن هذه التشكيلة لا تعكس نتيجة الانتخابات الأخيرة ما السيناريوهات المتوقعة حسين أولا سهايب هذه أول حكومة في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا منذ 66 عاما لا تحظى ليس فقط بغالبية نيابية مطلقة أي 289 نائبا في الجمعية الوطنية بل لا تحظى أيضا حتى بغالبية نسبية بمعنى أنه ماء يتكتل ضدها تكتلان نيابيان رئيسيان حتى يسهل إسقاطها نيابيا في الجمعية الوطنية وستكون مضطرة إلى الاستقالة حزب مارين لوبين حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين بيده مفتاح إسقاط هذه الحكومة لأن هذه الحكومة التي تتكون من وزراء من الماكرونيين إذا جاز التعبير أي من حزب النهضة حزب الرئيس الفرنسي والأحزاب الحليفة له أكثر من نصف الحقائب الوزرية يحتلها التحالف الرئاسي وأقل من نصف الحقائب الوزرية يحتلها اليمين مارين لوبين وحدها القادرة على إبقاء هذه الحكومة على قيد الحياة السياسية لأن تحالف أحزاب اليسار الذي يتمتع ب193 مقعدا نيابيا طبعا معاد تماما لهذه الحكومة ولا يعول عليه لتغطياتها برلمانيا يبقى تكتل نواب حزب مارين لوبين الذي يضم 126 نائبا هؤلاء هم القادرون على إبقائه على قيد الحياة لأنه وللتذكير ميشيل برنياي اليميني ينتمي إلى حزب الجمهوريين الذي حل رابعا وفق نتائج الانتخابات التشريعية من هنا افتقار برنياي إلى الغالبية الضرورية لأن اليسار تصدر نتائج الانتخابات التشريعية ب193 نائبا والتحالف الرئاسي أي مكرون وحلفائه ب163 نائبا والثالث حل كان حزب طبعا الأحزاب الأخرى ربما يطول الوقت لو أردنا أن نعدد محتل له كل حزب حسين وسريعا لو فعلها أقصى اليمين وأسقط حكومة ميشيل برنياي ماذا سيحدث ثاليا إذا فعلها أقصى اليمين وأسقط حكومة ميشيل برنياي عندئذ سيكون الأمر معقدا جدا وسيكون مكرون مضطرا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مجددا وهذا دستوريا غير ممكن قبل مرور عام كامل على الدعوة السابقة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أي أنه سيكون مضطرا للانتظار حتى شهر تموز يوليو المقبل وستدخل البلاد في أزمة نظام وأزمة حكم ولا تعود الأزمة فقط أزمة حكومة ولكن طبعا مكرون يسعى جهده لتجنب هذا السيناريو السيء الحكومة ستعقد أول اجتماع لها الحكومة الجديدة عند الثالثة من بعض الظهر من يوم غد وقبل هذا الموعد سيجمع رئيس الوزراء كل وزرائه على فطور عمل عند الساعة الثامنة صباحا ودائما بالتوقيت المحلي ردود الفعل كانت قاسية أقسى اليسار وأقسى اليمين استخدمات تعبير نفسه في توصيف الحكومة وهو أنها حكومة بلا مستقبل مارين لوبان اعتبرت أن الحكومة هي مجرد تعديل وزاري ونتيجة لتحالفات مخالفة للطبيعة تقصد هنا التحالفات بين التحالف الرئاسي مكرون وحلفائه والتحالف اليساري التحالفات من تحت الطاولة خلال الانتخابات التشريعية والتي أسقطت عددا كبيرا من المرشحين للنيابة من حزب مارين لوبان صهايب حسين قنيبر من باريس فرنسا شكرا جزيلا لك الخمسة مستمرة فيها بعد فاصل ترامب يواصل وعوده للناخبين واحد واربعون وعدا أبرزها الوصول إلى المريخ في حال فوزه أهلا بكم من جديد تستمر عملية التصويت المبكرة في الولايات المتحدة مع فتح مراكز الاقتراع في ثلاث ولايات في فرجينيا، منيسوتا وداكوتا الجنوبية هذا وتتيح ولاياتا منيسوتا وداكوتا الجنوبية للناخبين التصويت المبكر عن طريق الحضور الشخصي لمراكز الاقتراع أو التصويت عن طريق الإيميل التصويت المبكر يأتي ضمن مجموعة من الخيارات الانتخابية التي توفرها الولايات لتسهيل عملية التصويت قبل يوم الانتخابات المقرر في الخامس من نوفمبر وقبل ذلك رفض المرشح الجمهوري لانتخابات رئاسة الأمريكية دونالد ترامب عقد مناظرة ثانية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس وقال ترامب أمام حجد من أنصاره في نورث كارولينا إن الأوان فات لخوض مناظرة ثانية مع هاريس موسيقى 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 نتابع من واشنطن العاصمة مع بشار جرار الكاتب والمحلل السياسي أستاذ بشار أهلا بك يعني على الهواء وصلتني تغريدتك التي تتحدث فيها على أن الاقتراع المبكر موضوعنا في الولايات الثلاث يظهر تقدما جمهوريا حسب تغريدتك في تصويت الانتخابات الأمريكية يعني إلى ما استنت في هذه المعلومة خاصة أنه النتيجة في هذه الولايات التي تبدأ فيها التصويت المبكر لا تظهر إلا يوم الاقتراع المفروض كيف عرفت أن ترامب يتقدم؟ أشكرك على الاستفادة من هذا التايم لاين الآن الذي هو موازي لنشرات الأخبار أنا وجدت المنشن يعني أنت أعملت لي منشن على تويتر على إكس حاليا أحييك على ذلك وأنا بشهادة شخصية أنا أدليت بصوتي أمس الأول في المنطقة اللي أسكن بها بضواحي واشنطن في برجينيا ولاحظت كصاحفي قبل أن أكون محلل سياسي لاحظت الطوابير التي كانت موجودة كان عدد غير مسبوق أنا شخصيا لم أكن أفضل أن أنتخب إلا بيوم الاقتراع لكن بعد 2020 ودون الدخول في تفاصيل ما جرى صرت حريصا على الانتخاب مبكرا الآن ما رأيت بأم عيني هي كانت واضحة الحماسة من فئة عمرية معينة من خلفيات عرقية أيضا معينة ولكن اللافت كان أن الزخم الجمهوري كان غير مسبوق يعني ما تقوله في التغريدة بأن في التصويت المبكر بناء على ملاحظة شخصية يعني أنت تلاحظ ظهورا مشاركة قوية للجمهوريين في الاقتراع المبكر أنا أبني على ذلك أيضا لهذا تمهيضة توضعها ولكن مشاهدة أيضا هي عبارة عن مراسلات ليست سرية تجري بين الجمهوريين المسجلين كجمهوريين وبين الإحصاءات والمؤشرات الأولية حتى الصحافة اليسارية أشارت إلى ذلك أن هناك حماسة لدى الجمهوريين غير مسبوقة بالتصويت مبكرا هذه أولا ثانيا فيرجينيا هذه الولاية التي قبل عامين تحولت إلى حمراء على مستوى الجوفرنر بسبب مقاطعة لاودن الآن أصبح هناك فرصة لاستردادها حتى نيويورك التي لم تصوت للجمهوريين إلا في عهد رونالد ريغن الآن دونالد ترامب يشعر بثقة متزايدة أنه سيحصل على ذلك ونقطع البثال الأخير طيب لكن أستاذ بشار دعني قبل أن أعود إلى مسألة لماذا التصويت المبكر دعني أسألك تقول أنه تلمس أن هناك حماسة لدونالد ترامب في التصويت المبكر لكن استطلاع رأيي قبل قليل أضعناه في خبر عاجل على الشاشة العربية سي بيس يقول أنه كمالة هاريس متفوقة في استطلاعات الرأي بـ 52% لكمالة هاريس مقابلة 48% لدونالد ترامب على المستوى الوطني الأمريكي هذه إحصاءات دقيقة ليست ملاحظات متعلقة بمركز انتخابي أو آخر ما رأيك؟ رأيه الآن عزيزي سي بيس والمينسريم ميديا معروف في استطلاعات العام وإجراء حتى الإجزيت يعني عندما تخرج أنت من الاقتراع هناك صحفيون أنا رأيت مرة أخرى بأم عيني صحيح لا يختار أن يسأل كعدد كنسبة من يبدو لهم بشكل جلي أنهم جمهوريين يعني حتى الورقة التي تحملها بذلك كناخب من اللون تستطيع أن تميز أن هذا جمهوري أم ديمقراطي حتى بعض يحرص على إظهار من قبعة معينة أو لبس معين يظهر ما هي التوجهات الحزبية له على الأقل يسار أو يمين إذا لم ندخل في قضية جمهوري مقابل ديمقراطي أو مستقل فقضية الاستطلاعات الرأي العام المقابلات كل هذا قابل للتلاعب وأنت تتحدث عزيلي 48% مقابل 52% كيف كان الحال أيام هيلاري كلينتون كانت نسبة ترامب 16% صحيح أنا غطيت انتخابات 2016 كانت بشكل ومع ذلك نعم ومع ذلك حصلت المفاجأة وقتها طيب ولكن أستاذ بشار دعنا نعود إلى ذكرت لي أنه الجمهوريون وحضرتك شخصيا أنت تفسح أنك جمهوري الآن تفضل التصويت المبكر وكأنك تلمح إلى ما قاله دونالد ترامب وقتها إلى أن الانتخابات مزورة صحيح؟ هل فهمتك بشكل صحيح؟ عزيزي هذا الموضوع كما يسمى هوت بوتيتو هذا جدا ملتهب هذا الموضوع لأنه دائما عندما يقول أي رأي الإنسان في هذا الموضوع دائما يصنف بالاستيجما الإعلامية أنه هو يعزز نظرية المؤامرة أو يقول أن عشرين عشرين تعرض للتزوير هذا ما طب وقع به ترامب في الديبيت مع كمالا هارس أنا لا أقع به ولكن أقول يا عزيزي أن التصويت المبكر خاصة في الدرجة العالية من التحقق يعني هذه المرة عندما تم أخذ البطاقة للأسف لم يطلب مثلا إثبات الجنسية ولكن من الهوية التي تعرف أنه هي رخصة سواقة أيضا هي نفس الهوية الشخصية يتم التحقق من العنوان تم السؤال بصوت عال حتى أحدث ما هو اسمي وأنني أنا قادم للانتخابات وقال ترامب صراحة ومايك جونسون أيضا رئيس مجلس النواب أن أي حالة تثبت بأنها قامت بالتزوير بمعنى أن يكون طالب جامع مثلا ولديه درايفر لانسنس ويقوم ويدعي أنه يحق له التصويت سيتعرض للسجن يعني أنه في التصويت المبكر لا يكون هناك زحام كبير فيكون عملية التثبت من هوية الشخص أكيدة ولكن دائما مسألة التلاعب للانتخابات الأمريكية عندما نتحدث عن أم الديمقراطيات في العالم يعني هي مسألة تبدو غريبة نوعا ما هل معقول أن يحصل هذا في الديمقراطية الأمريكية يعني يحصل تزوير في الانتخابات يعني ممكن تحصل في العالم العربي بس في أمريكا كيف هذه المقولة التي أثبتت الأيام يعني عدم دقتها وحتى زيفة كثير من الانتخابات دون أذكر أي اسم حتى لا يعني لا يأخذ كلامي خار السياق كثير من الانتخابات التي جرت في الشرق أوسط أثبتت أنها على مستوى عالم من النزاه الشفافية بالمقابل كثير من الانتخابات التي جرت في الدول العريقة ديمقراطيا شابها الكثير من الشبهات لنقول فرنسا قبل أقل أن كان لديك ملف الفرنسي لماذا قامت فرنسا بإلغاء التصويت عبر البريد لأنه ثبت أن هناك تزوير لماذا الآن أصبحت الأرقام واضحة كيف تم هناك عمليات تسجيل غير صحيحة شكرا جزيلا نعم والله حديثنا شيق ومفارقة أنه صارت حتى في الديمقراطيات الغربية في بعض مظاهر العالم الثالث والديمقراطية في العالم الثالث شكرا جزيلا لك بشار جرال الكاتب والمحل السياسي على هذه التحليلات والمعلومات وعلى التغريدة أيضا شكرا جزيلا لك نعود إلى أجواء الانتخابات الأمريكية فوعود ترامب في السباق الانتخابي تصل إلى المريخ ترامب أكد أمام حجد من أنصاره في نورث كارولاينا أنه في حال فوزه فستصل الولايات المتحدة إلى المريخ قبل نهاية فترة ولايته الرئاسية ترامب وعد بأن الأمريكيين سيكونون قادة في الفضاء وكشفت صحيفة واشنطن بوست عن 41 وعدا قدمها المرشح الجمهوري دونالد ترامب وينوي تنفيذها في الفترة الأولى من رئاسته بهذا تنتهي الخامسة شكرا لكم على كرم المتابع نلتقي غدا إلى اللقاء اشتركوا في القناة